ومن التحديات أمام اجتماع الغد أيضا تلك التي يواجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماعه مع حلفاء النيتو في لتوانيا غدا مجلة بوليتيكو الأمريكية نوهت في تقريرها إلى أن التوتر يتزايد بين العديد من حلفاء النيتو إزاء طول مدة الحرب والكلفة المتوقعة لاستمرار كييف بتلقيها الدعم ورجحت أيضا ظهور العديد من نقاط التوتر خلال القمة بما في ذلك الانقسامات الحادة حول وضع أوكرانيا على طريق الانضمام إلى الحلف يذكر أن بايدن ما زال يعارض انضمام أوكرانيا إلى الحلف ويشاركه في هذا القرار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون رابطا انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي بانتهاء الحرب مع روسيا وموضحا أن كييف غير مستعدة لهذه الخطوة وبرر موقفه بأن انضمامها للنيتو الآن سيجعل الحلف في حالة حرب مباشرة مع روسيا